عندي خبر تاني مهم جدا بعد إقامة النسخة المعدلة من كاس السوبر للأندية الأبطال بمشاركة أربع أندية عكس ما كان بيتلاعب النظام بطل الدوري وبطل الكاس في اتجاه لتعديل ليحة السوبر الكلام ده بتسمعوا لأول مرة في اتجاه لتعديل في ليحة السوبر إزاي؟ نحن السنة دي بنشارك بطل الدوري بطل الكاس بطل كاس الرابطة ووصيف الدوري وبعد انسحاب الزمالك في نسخة كاس السوبر الماضية ومشاركة بيرامدز بدلا منه كان فيه عقوب على الزمالك بمنع مشاركته في هذه النسخ وبالتالي تم الاستعانة في يوتش الرابع الدوري لأنه وقتها كمان كان بيرامدز تالت الدوري وبيرامدز كلنا عارفين هو وصيف كاس مصر لأن القالي كان هو بطل الكاس القالي كان بطل الدوري وبطل الكاس لكن التعديل اللي هيحصل هيكون الأمر متعلق بإيه؟ بطل الدوري هيشارك كالمعتاد بطل كاس مصر هيشارك كالمعتاد بطل كاس الرابطة هيشارك كالمعتاد ولكن هيكون فيه كارت زهبي فيما بعد ده التعديل اللي هيحصل هيكون فيه كارت زهبي يحق للاتحاد الوطني ويحق للشرق الرائعي هي اللي تختار الفريق الرابع اللي يشارك فيه المسابقة ده تعديل هيحصل في الفترة اللي جاية على لايحة كاس السوبر عشان يضمنوا ان تكون فيه مباريات جماهرية أكتر في ظل ان النسخة الأولى بخلاف الأهلي التلات أندية اللي كانوا موجودين في البطولة ما عندهمش شعبية أو جماهرية وبالتأكيد ده كان واضح جدا فيه الشكل العام لمدرجات استاد محمد بن زيد فيه يوم الافتتاح يوم أمس طيب حاجة تانية متعلقة برضو بالتحاد الكورة فيه تلات عروض لاستضافة نهائي كاس مصر فيه تلات عروض لاستضافة نهائي كاس مصر نهائي كاس مصر بين الأهل والزمالك اللي هيتلعب في شهر مارس اللي جاي فيه عروض جات لتحاد الكورة وديه عروض رسمية من تلات دول لاستضافة نهائي الكاس البطولة هتتلعب في رمضان هل اتحاد الكورة هيخد إجراء ويوافق وان الأهل والزمالك في نهائي الكاس يتلعب خارج مصر في شهر رمضان ده هننتظر القرار الرسمي فيه خلال الفترة اللي جاءة ولكن العروض من المملكة العربية السعودية من الإمارات العربية المتحدة ودولة أخرى في وقتها هنعلن المفاجأة لأن بصراحة لأول مرة تطلب استضافة حدث ريادي مصري في الفترة القادمة أنا هنتظر مش هكشف عن بقية التفاصيل والمعلومات لغاية لما نشوف اتحاده كورا القرار اللي هياخده في استضافة نهائي كأس مصر ما بين الأهل والزمالك اللي هيتلعب فيه مارس اللي جايه ويمكن من خصن أو من سوق حظ الاتحاد أو من خصن حظ الله أعلى موقتها القرار هيبقى إيه إن المتشف رمضان فهل ده ينفع يتلعب برا ولا يخلوا المقارات في مصر أفضل في الفترة اللي جايه طيب